وخلال استضافته في نشرة سابقة أكد سعادة النائب أحمد السلوم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أكد أن ميثاق العمل الوطني ساهم بصورة كبيرة في دعم القطاع الاقتصادي في مملكة البحرين لشموله على عدد من المضامين المتعلقة بالحقوق الاقتصادية كما مهد الطريق لإطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الميثاق العمل الوطني كان تطوير للمبادئ السياسية والاقتصادية في مملكة البحرين كان فيه باب خاص حق الاقتصاد والدول الاقتصادي والأسس الاقتصادية اللي هي راح تكون في هذا الميثاق في العشرين سنة الماضية اللي كانت موجودة والأهمها كان مبدأ الحرية الاقتصادية وصون الملكيات الخاصة تنويع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمواطن وكان أهمها تنمية المواطن البحريني من خلال أعداده وتحيئته أنه يكون متواكب مع احتياجات السوق طبعا في العقدين الماضيين كان اللي يسموه للأهد رئيس مجلس الوزراء دور كبير ومهم في ترجمة هذا الميثاق والعمل الوطني أنه هو أطلقه رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والذي كان لها دور كبير في ازدهار وتطور ورفع كفاءة الاقتصاد البحريني ترجمة نانسي قنقر